الثانية والخمسين بعد المئة عمر طويل للسلطة الخامسة في العراق لكنها اليوم لا تحتفل بمولدها بل تؤبن ضحاياها وتنادي بشيء من حقها المسلوب بين عام 2021 و 1869 بون شاسع الثاني شهد انطلاقة صحيفة الزوراء أول صحيفة في العراق لتتوالى بعدها الصحف راسمة حركة إعلامية عبرت عن آراء وتطلعات الشعب وواكبته في مختلف الظروف أما العام الحالي فيعد حلقة أخرى تضاف إلى مسلسل تدمير العراق ككل حتى أن كهولة سن الصحافة لم تشفع لها فقد نالت نصيبها من مأساة سني ما بعد الاحتلال حتى صنف العراق من الدول الأكثر خطورة في مجال العمل الصحفي قرعت الصحافة في العراق مختلف الأبواب إظهارا للحقيقة بدءا بكشف جرائم الاحتلال الأمريكي وحكوماته وأماطة اللثام عن واقع مر تصوره السلطة غير ذلك وكان الثمن غاليا عشرات الصحفيين حبرت أقلامهم بدمائهم وبرصاص دعاة الديمقراطية الجدد منظمة مراسلين بلا حدود قالت إن العراق خلال عام 2020 حافظ على مكانه في البقعة السوداء للدول الأكثر خطورة في مجال الصحافة وحرية التعبير عن الرأي محتلا المركز 162 من بين 180 دولة في العالم جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وثقت أكثر من 300 انتهاك ضد الصحفيين في العراق خلال العام الماضي تراوحت بين الاغتيالات والاعتقالات إلى مصادرة المعدات وإغلاق المؤسسات الإعلامية وارتبطت معظم هذه الأحداث بالتظاهرات المناهضة للحكومة وللأحزاب الفاسدة والميليشيات عام آخر تستهله الصحافة الحرة في العراق متسلحة بأقلام وكاميرات ومعدات في مواجهة سلطة لا تعرف سوى الدم وسيلة للحوار وأمام عالم متفرج يدين أحيانا ويصمت أكثر